بيبدأ المسلسل سنة 1989 مع طفل اسمها مومي وبنشوفها وهي بترقص على مصرح المدرسة وبنعرف انها بتحب الرأس جدا وان كل الناس بتسقف لها لكن الوضع بيتغير لما بتكبر شوية وشكلها بيختلف وبتشوفها والدتها وهي بترقص في قضتها فبتتدايق وبتسألها ازاي عايزة تبقى مغنية وهي شكلها وحش فبتتأثر مومي وبتفضل تبص على نفسها في المراية وبتستغرب من شكلها القبيح على الرغم من ان والدتها جميلة جدا وبتزعل مومي اكتر لما بترقص على مصرح المدرسة وبيجي لها تعليقات سلبية من زميلها واللي بيتنمروا عليها بسبب انها قبيحة وبعدها بتروح مومي السنوي وبنشوفها ويبتتفرج على صحابهم وبيرقصوا وبيغنوا على المصرح وبتطلب واحدة منها انها توطي عشان هي طويلة جدا فبتتكسف وبتوطي رأسها وبنيجي لسنة 2009 وبنشوف مومي وهي عندها 27 سنة وبتشتغل محاسبة في شركة لكن بيظهر عليها انها مش بتحبها وبتشوفها موملة فبتقرر مومي انها تحقق حلمها وبتلبس قناع وبتطلع في بث مباشر عن نت وهي بترقص وبتظهر جسمها وبيعجب بها المتابعين وبيكتبوا لها تعليقات كتير وتاني يوم بتصحى مومي وبتجهز عشان تروح الشغل ولما بتوصل بتقابل يوز ملتها واللي بتسأل عن سبب شكلها المرهق وانها بقى لها مدة كده فبتقلق مومي وبتقول لها انها كويس ولما بيدخلوا وبيشوفوا السكرترا ليه وهي بتجيب قهوة للمديرين واللي بيبقوا معجبين بها جدا بسبب شكلها الحلو وبيتضايقوا لما بيشوفوا مومي ويو بسبب شكلهم وبتتريق يقع عليهم وبتقولوا مومي انها هتبلغ عنهم بتهمة التحرش وبعدها بيتتريقوا علي ليه وبيقولوا البعض انها عملت عملية تجميل في الشهة وفي الوقت ده بيظهر بارك واللي بيكون مدير في الشركة وبيبني ان مومي معجبة بيه من اول ما شافته وده لانه شبع الفنانين وعارضين الازياء لكن عيبه الوحيد انه متجاوز وبتطبسط مومي لما بارك بيرفض القهوة من ليه وبيطلب منها انها متعملش كده تاني ودلقناها في شغل ولما بترجع مومي للبيت بتبحث عن علادات تجميل وبتفضل تبص على شكلها في المراية وبعدها بتطلع في بث مباشر بالقناع وبتفضل ترقص في البث وبيجي لها اعجابات كتير وتاني يوم لما بتروح الشغل بيزعق لها بارك بسبب انها مش عارفة تحسب كويس فبتزعل مومي وبعدها بتشتم يوف بارك وبتقول لها انه حقير ومؤرف بسبب انه بيرفع صور لعضلات بطنه عن نت فبتتبسط مومي وبتطلب منها توارلها الصور لكن يو بترفضه بتسيبها وبتمشي ولما بيجي الليل بيخرجه مع المديرين وبتدق يو لما بتشوف ليه وهي بتصب للمدير في الكاس بتاعه وبتقوله يو ان ده يعتبر تحرش فبيدفع المدير عن نفسه لكنه بتفضل تجدله وبتتصدم مومي لما بيجيب المدير سيرت فتاة القناع وبيواري فيديوهاتها لبارك لكن محدش بيبقى عارف انها هي ولما بيخرجه من الحانة بتشتم يوفي بسبب انه بيتفرج على فيديو فتاة القناع فبتدفع مومي عن نفسها وبتقول لها انها ما بتعملش حاجة غلط وبتعمل فيديوهات عادية وبعدها بيطلب بارك تاكسي فبتستغل مومي الفرصة وبتطلب منه وتركب معي ويوصلها في طريقه فبيضطر انه يوافق وبتستغرب مومي لما زوجته بترن عليه وبيجدب عليها وبيقولها انه تكسي لوحده وبتحس مومي انه معجب بيها وبتتبسط جدا لما بتحكي للمعجبين بتوعها على اللي حصل وبيأكدولها انه معجب بيها فعلا وبتفرح اكتر لما بتروح الشغل تاني يوم وبتشوف بارك وبيهزق ليه قدام كل اللي في المكتب ولما بتخلص مومي الشغل بتطلب من لي انها ما تزعلش من بارك وده لانه ساعات بيتعصب بسبب الشغل وبتسيبها وبتمشي لكنها بتكتشف انها نسية المحفظة بتاعتها وبتتصدم مومي لما بترجع وبتشوف ليه هي في مكتب بارك وبتكتشف انهم على العلاقة ببعض فبتتعصب جدا ولما بترجع للبيت بتفضل تشرب لحد ما بتسكر وبعدها بتطلع في البس المباشر وبتفضل ترقص وبعدها بتتعرق قدام كل المتابعين وبتتصدم تاني يوم لما بتعرف اللي هي عملته يا سكرونة وبتتقفل الصفحة بتاعتها بسبب انتهاكها للمعايير الاخلاقية فبتنهار مومي وبتفضل تعيط ولما بتروح الشغل بتقابل صحابها واللي بيظهر انهم بينقلوا الكلام في الشركة كلها فبتقرر مومي انها تقولهم على علاقة بارك ولي وبيتفتحوا في الشركة وكل الموجودين بيتكلموا عليهم وبتحس مومي بالزنب لما بتعرف ان قسم الموارد البشرية طلبهم بسبب الفضيحة ولما بتخرج مومي من الشركة بتشوف بارك واسكرون وبيبقى عايز يرمي نفسه قدام العربيات فبتنقزه وبتحاول انها تهديه وبتطلب تاكسي وبتاخده للشارع اللي هو ساكن فيه لكنها بتضطر تدخل فندق بسبب انها ما تعرفش عنوانه وبينم بارك وما بيقاش في وعيه وبتطبست مومي جدا وهي جنبه لكنه بيتصدم لما بيصحى تاني يوم وبيلاقيها نايمة جنبه فبيتسحب وبياخد قدومه وبيخرج من غير ما يصحيها وبتزعل مومي خصوصا لما بتروح الشركة وبتعرف انه استقال وبتتصدم لما بيجي لها رسالة عن ميل بتاعها وبتعرف انه في واحد عارف حقيقتها فبتدخل مومي الحمام وبتنهار لما بتشوف الرسالة تاني وبعدها بتشكف اي حد تقابله خصوصا لما واحد بيخبطها وبتفكره انه تحرج بيها فبتتخانق معاه وبتاخده للإسم لكن الراجل بينكر وبيتنمر على شكلها وبيطلب منها انها تبص في المراية فبتتعصب مومي عليه وبتضربه فبيطلب منهم الزابط انهم يساوا الموضوع مع بعض لكن مومي بترفض وبتقول الزابط انه تحرج بيها وبتتهمه كمان بان هو اللي بعت لها رسالة التهديد فبيرد عليها الزابط وبيقول لها ان هي كمان اعتدت عليه فبتتر انها تتنازل ولما بتخرج من الاسم بتلاقي بارك بعت لها رسالة وبيطلب منها انها تنسى اي حاجة حصلت بسبب انه مش فاكر حاجة فبتتعصب موميه وبتنهار لما بتروح ومش بتعرف تفتح القناة بتاعتها وبتقرر انها ترد على واحد مهوز بيها وبيتبصت جدا لما بترد عليه وبيتغزل فيها وبيفضلوا يتكلموا مع بعض كتير وبيظهر ان اللي بيكلمها هو نفسه زميلها في الشغل وبنعرف ان اسمه انام وانه كان بيتعرض للتنمر وهو صغير بسبب انه كان طفلة خين وعلشان كده كان بيحاول يختفي من قدام صحابه وعلى قد ما يقدر عشان ما يتعرضش للضرب والاهانة وبيفضل كده لحد ما بيجبر وبيتحول لشخصا طوائي وبنشوف انام وبراجع البيت وبيحتفل بعيد ميلاده مع العروسة اللاعبة اللي عايشة معاه وبيتعامل معها كأنها بني آدم وبعدها بتتصل والدته عليه وبيفكر انام انها بتتصل عشان عيد ميلاده لكن الحقيقة انها بتهزقه وبسبب انه مش بيبعت لها فلوس ومش بيشرفها قدام صحابها وبيتجوز وبيخلف وبيفضل انام وحيد وبيخاف من نظرات الناس خصوصا الستات وعشان كده بيفضل يبص على قديهم وبيركز معدين ممي ويبتدينه الملف وبيلاحظ انه في حسنتين في ايدها اليمين ولما بيرجع انام للبيت بيقعد عن نت وبيظهر انه امتبع فتاة القناع من زمان وبيتصدم لما بيشوف ايديها وبيلاقي نفس الحسنات وساعتها بيعرف انها نفسها مميز ملته في الشركة وبيحضر الاجتماع معها وبيفضل يبص لها كتير وبيتخيلها ويلبسها القناع ولما بيرجع للبيت بيكتب لها تعليقات حلوة وبيتغزل فيها وبيتفاجئ لما بيشوفها تانيون في الشركة في نفس الوقت اللي بيسمع فيه الاغنية المفضلة ليها ولما بيجي الليل بيخرج معه ومع زميله اللي في الشغل لكن بيظهر ان مومي مش بتاخد بالها منه وبيتضايق لما بتركب التاكسي مع بارك خصوصا لما بيرجع البيت وبيسمع كلامها في البث وبيتأكد انها معجبة بيه وبياخد باله منها وبيشوفها ويبيتبص على بارك وبعدها بيتدرب على طريقة يعترف لها بيها بحبه ولما بيخلص الشغل بيستنىها تخرج عشان يعترف لها لكنه بيرتبك لما المدير بيسأل عن سبب وقوفه ومش بيلاحظ خروج مومي من الشركة وبيفضل مستنيه لحد ما الكل بيخرج وبيتفاجئ لما بيلاقي بارك راجع المكتب تاني وبعدها على طول بتوصل مومي وبتدخل وراه فبيشكه انام في يوم وبيدخل المكتب لكنه بيعرف الحقيقة وبيتبصت جدا لما بيعرف ان بارك على علاقة بليه وبيتصدم لما بيرجع البيت وبيشوف مومي في البث وهي سكرانة وفجأة بتقلع هدومها فبيغضب انام جدا وبيتداء من بارك وبيبقى شايفه السبب وبيعتخال نفسه تاني يوم انه بيعترف لها بحبه قدام كل الموظفين وانها كمان بتبدله نفس المشاعر وبتبوسه فبيرتبك وبيكلمها في حاجات بخصوص الشغل وبيانهر لما بيشوفها خارجها من الشركة وبتركب مع بارك التاكسي فبيرائبها وبيشوفه مومة داخلين الفندق فبيتعصب وبيقرر انه يبعت لها رسالة تهديد وبعدها بتتصل عليه والديته عشان تجيب له اكل لكنه بيرفض وبيكذب عليها وبيقولها انه بيأكل بره بسبب انه بيرجع متأخر من الشغل وبيتفاجئ انام لما بيلايا رسالها من مومي وبيتبسط لما بتتكلم معاه وبتعرض علي انهم يتقابلوا بعد ما تطمنت له وقارفت انه مش مهتم بالشكل لكن قونها مش بيلحق يفرح بالسبب انها بتسيب الدردشة وبتتكلم مع واحد تاني اسمه هانسم وبتقرر مومي انها تقابله على الحقيقة وبتفضل مستنيا وهي لابسها كمامة وبتحس بالغباء وبتبقى عايزة تمشي في نفس الوقت اللي هانسم بيوصل فيه وبيتعرف عليها وبعدها بيروحوا مطعم وبيطلب منها انها تكشفه الشهف فبتضطر مومي انها توافق وبتبقى محرجة جدا لكن هانسم بيشجعها وبيقولها انها جميلة وجذابة وبعدها بيكلمها عن نفسه وبيعرفها ان اهله موجودين في امريكا وهو قاعد في كوريا وبيعرفها ان الامريكان بيحبوا اللي شبهها جدا فبتتبسط مومي ولما بتروح الحمام بتبص في المراية وبتعجب بشكلها وفي الوقت ده بيشوف قنام منشورات هانسم اللي بيظهر انه كان بيكذب على مومي وبيقول للمتابعين انها قبيحة جدا وانه هيتطر يدخل معها في علاقة فبيرتبك قنام وبيتصل على مومي عشان يحذرها لكنها مش بترد عليه واللي بتوافق انها تخرج مع هانسم وبيقناع انها تروح مع الفندق فبتقلق مومي بسبب ان الفندق مشبوه لكنها بتوافق في النهاية وبيتطر هانسم انه يدفع فلوس كتير وبيتدايق بسبب ان مومي ما عرضتش علي انها تدفع وبيجري قنام عشان يلحقها وبيعدي على الفندق ومش بيعرف انها موجودة فيه وبتستغرب مومي لما بتدخل القوضة وبتلايه مكلمات كتير منه وبتحاول انها ترد في نفس الوقت اللي هانسم بيدخل فيه وبيحاول انه يقرب منها لكنها بترفض وبتقوله انها ما وفقتش على العلاقة وبتتصدم لما بيهنها وبيقولها انها كشفت جسمها كله في المقاطع بتاعتها وبيعيرها بشكلها فبتتعصب مومي عليه وبتضربه فبيتدايق هانسم وبيعتدي عليها وبيتخنق مع بعض وبيزقها هانسم فجأة وبيوع منع السرير وبتتراب مومي لما بتكشف وشه وبتلايه مغم عليه وسيح في دمه في الوقت ده بيجي لها رسالة من قنام بيحذرها فيها من هانسم فبترد مومي عليه وبتعرفه العنوان وبيتفاجئ لما بيوصل وبيشوف الدم وبيسألها ان كان هانسم مات لكنها مش بتبقى عارفة وبتحكيله اللي حصل وبتقوله انها هتبلغ البوليس فبيرفض قنام وبيقولها ان ما فيش حد هيصدقها وده لانها رحت معها بإرادتها وانها تتحبس حتى لو أثبته انها قتلته بالغلط فبتنهار مومي وبيعاية قنام وكمان وبعدها بيطلب منها انها تسيب له الموضوع وتمشي فبترفض مومي لكن قنام بيجبرها ترجع بيتها وبعدها بيجاهز كل حاجة عشان يخفي جسطته وبيتصدم قنام لما بيكتشف انها هانسم لسه عايش وبيفقد السيطار على نفسه وبيتعانوا بالسكنة في صدره وبيفضل يتعانوا كتير لحد ما الدم بيغرق وشه وبيظهر عن انه حاسس بالراحة لكنه بعدها بيقرف وبيرجع ولما بترجع مومي للبيت بتبص على نفسها في المراية وبتنهار لما بتشوف نفسها وحشة جدا وبيتفاجئ ونام تاني يوم لما بيروح الشركة وبيعرف ان مومي استقالت فبيروح لقسم الموارد البشرية وبياخد حاجتها بحاجة انه هيوصلها لها عشان ياخد عنوان بيتها لكنه بيفضل يخبط عليها كتير ومش بترد عليه وبيتصدم لما بيشوفها ويطلع في البس وبتقول المتابعين انها هتظهر لاخر مرة فبيروح لها البيت بسرعة وبيخبط عليها وبيقولها انه عارف انها موجودة فبتفتح له مومي وبتدخله وبتقوله انها عارفت انه هو اللي كان بيهددها وبتسأله عن السبب اللي خالها يعمل كده فبيقولها انه منه كان متضايق بعدما شافها مع بارك وانه اول مرة يحس بالمشاعر دي تجاه حد فبتتحك مومي وبتقوله انه كان عنده حق وانها هتمسح اللي حصل من ذاكرتها وهتعتبر هنسم حشرة وماتت وانها هتبدأ من جديد فبيتأثر قنام وبيسألها ان كانت هتنساها كمان فبتقرب منه وبتسأله عن اللي عايزه منها بالزب لكنه بيتعصب وبيختصبها بعدما بيغمى عليها بس بيتصدم لما بيشيل القناع وبيعرف انها عملت عملية تجميل وفي الوقت ده بتفوق مومي وبتفضل تطعنه لحد ما بتموته وبعدها بتنهره وبتعيط وبتظهر والدة قنام واللي بيكون اسمها كيمجا وبنعرف انها تجوزت والد قنام بسبب انه كان متعلم وبيشتغل لكنه بعد الجواز بيسيبها وبيهارب مع واحدة تانية وساعتها مش بيتبقى لها غربناها وعشان كده اشتغلت اي حاجة عشان تصرف عليه لحد ما جمعت شوية فلوس وفتحت مطعم لكنها اكتشفت ان التربية مزاي ما هي كانت متخيلة وبتكتشف ان ابنها بيتعرض للتنمر وانه كل يوم بيروح البيت وهو مضروب ومتبهدل ومع ذلك مش بتعرف تعمله حاجة غير انها توديل الكنيسة وبتتبسط كيمجا جدا بسبب انه انام كانت درجاته مرتفعة على الرغم من انه مش بياخد دروس خصية وكانت بتحس انه هيحقق حلمها وهيدخل كلية الطب وبعدها بيكبر انام وبيدخل كلية تانية غير الطب وبيشتغل بعد ما بيتخرج لكنه بيقرر يسيب البيت ويوعد لوحده بحاجة ان البيت بيد عن الشغل فبتتعصب والدته وبتقوله انه هيصرف فلوس كتير لو نقل وبتحاول تقنعه لكنها بتفشل وبتعش لوحدها وفوق كل ده ما كانش مسموح لها انها تقرب من بيته وبنشوفها وهي من جهزاله الاكل وبتروح لحد البيت لكن انام بيبقى في الشغل وبيقولها انه مش محتاج الاكل بسبب انه بيروح متأخر فبتتعصب والدته عليه وبتقوله انها جات من مسافة بعيدة وبتهدده انها مش هتكلمه تاني ابدا وهتقطع معاه لكن قلبها مش بيطوعها وبتسيب له الاكل قدام الشقة وبيتصل انام عليها لما بترجع البيت لكنها مش بترد عليه وبتضطر هي لتكلمه تاني بسبب انه ما اتصلش عليها غير مرة واحدة بس لكنها بتتعصب عليه برضو وبتقفل التليفون وبعدها بيختفي انام فبتقلق وبتقرر تتصل بالشرطة واللي بيقدروا يفتحوا البيت وبتقرف كيمجا من الريح اول ما بتدخل وبعدها بتتصدم لما بتلاقي جثة متقطعة وبتفكرها بتاعت ابنها فبتنهروا بيغم عليها وبينتشر الخبر في التليفزيون وبيروح لها المحققين للمستشفى وبيعرفوها ان الجثة مش بتاعت ابنها فبتتبست كيمجا جدا لكنها بتتدايق من المحققين بسبب انهم بيشكوا ان ابنها هو اللي قاتل صاحب الجثة فبتزعلهم وبتطردهم من المستشفى وبعدها بيحقق الزباط في القضية وبيعرفوه ان مومي سابت الشركة في نفس الوقت اللي قنام اختفى فيه وبيعرفو من يوم انه كان بيراب مومي اغلب الوقت فبيروح المحققين للشقة اللي مومي كانت سكنة فيها وبيعرفو من صاحبتها انها سفرت برا البلد وبتقولهم انها خدت بالها ان مومي عملت عملية تجميل قبل ما تمشي وبتدائق كيمجا لما بتشوفوا الاخبار ودلق انهم بيظهروا ابنها على انه منحرف بسبب الالعاب الجنسية الكتير اللي لوها في بيته فبتتصل بالشرطة وبتزعق لهم ولما بتفقد امل في الشرطة بتقرر انها تدور على ابنها بنفسها وبتخلي واحد يفتح لها الكمبيوتر بتاعه لكنها مش بتعرف تتعامل معاه فبتقرر انها تاخد دروس في الكمبيوتر وبتتعلم وبتنجح فعلا انها تفتح الكمبيوتر وبتلاقي عليه فيديوهات كتير لفتاة القناع وبتعرف انها نفسها مومي زميلة ابنها في الشركة وبتتعلم كيمجا لغة الشباب الحالية عشان تقدر تفهم التعليقات وبعدها بتقفل المحل بتاعها وبتسحب كل فلوسها اللي في البنك واللي بيظهر نوم كتير جدا بسبب انها كانت بتحوش من سنين وبتتفاجئ كيمجا لما بتعرف ان في واحد بيدور على فتاة القناع زيها وبتفضل تتكلم معا الحد ما بتعرف انه لقى فيديو لوحدة شبهها بالزبط بترقص وبيقول لها انها اكيد عملت عملية تجميل لكنه مش بيبقى متأكد اذا كانت هي ولا لا فعلا بسبب ان شكل جسمها متغير ولما بتنام كيمجا بتحلم ان ابنها بينادلها وبيقول عنه سقعين فبتاخده في حضنها وبتدفيه وبتسأله عن اللي حصل وبتتصدم لما رأسه بتقع فجأة فبتقوم من انهم مخدودة وبيجي لها مكالمة من الاسم عشان تروح المشرحة وبتنهار لما بتتعرف على جسد ابنها وللشرطة القتعة على الطريق وبيظهر انها متقطعة وبتعايت كيمجا في المشرحة وبتفضل تسرخ وبعد الدفنة بتقرر انها تروح لبيت والدة مومي لكنها مش بترضى تطلع وبتطلع الخدامة واللي بتعرف كيمجا ان مومي مش موجودة ودل ان والدتها ما تعرفش حاجة من زمان جدا عنها وانهم قطعوا لقتهم ببعض لكن كيمجا بتتعصب لما بتشوف والدة مومي وبيظهر عليها انها مش مهتمة بأي حاجة فبتزعلها كيمجا وبتفضل تشتمها لحد ما الخدامة بتبلغ الشرطة وبتتفاجئ كيمجا لما بتروح الاسم وبتعرف ان والد مومين تحر من سنة وبعد ما بتخرج كيمجا بتعود مع جرانها وبتعرف منهم ان في واحدة عرفة مشهورة جدا واللي قدرت تكشف خيانة جرهم لكن كيمجا مش بتقتنع بيها بسبب انها مؤمنة بس في نهاية بتروح لها وبتسألها عن مكان مومين وبتتفاجئ لما بتقولها على نفس المدينة اللي شافت صاحبة الفيديو فيها وبتقرر كيمجا تسافر لها وبتسأل عن البنت اللي كانت في الفيديو وبتعرف انها كانت موجودة فعلا لكنها اختفت من فترة وبتفضل تدور عليها لحد ما بتلاقيها صدفة في مطعم في الشارع فبتمشي وراها وبتشوفها ويا دخلها مالها ليلي فبتدخل كيمجا وراها وبتكذب على الحارس وبتقوله انها والدتها لكنه بيرفض يدخلها فبتطلب كيمجا منه انه مايتكلمش وده لان بنتها هتدقى لما تعرف وبتخرج كيمجا وبتستنى أموميه لكنها بتروح في النوم وبتحلم بابنها هواء على الارض وبيطلب منها انها تساعده وفجأة بتظهر فتاة القناعة وبتتباحه قدامها ومش بتقدر كيمجا تنقذ ابنها وبتسحى من النوم مغدودة وبتلاقي قنام قاعد جنبها وبيقولها انها كمان كانت مكسوفة منه بسبب انه ما دخلش كلية الطب ونمالوش علاقات وبيخنقها وبيزعع فيها وبيقولها انها مبسوطة علشان ميت فبتتأسف له كيمجا وبتسحى من النوم على صوت واحد بيصحيها وبيسألها ان كانت كويسة فبتحاول كيمجا انها تهدى وبعدها بتشوف مومي وهي خارجة من الملها فبتمشي وراها وبتعرف بيتها وبتفضل قدامه لتانيوم وبترأيبها وبتدخل نفس الكوافير اللي هي دخلته وبتقعد جنبها وبتخسل شعرها وبتلاحظ السلسلة اللي هي لابساها وبتحس كيمجا انها شافتها قبل كده ولما بترجع البيت بتفضل تدور في صور فتاة القناع لحد ما بتلاقي صورة لها وهي لابسة نفس السلسلة فبتتأكد كيمجا ان البنت اللي بترأيبها هي مومي وبتقرر تأجر تاكسي وبتشتري سلاح وبتقف قدام الملها اللي مومي بتشتغل فيه وبترفض ان اي حد يركب معيها لحد ما بتظهر مومي واللي بتركب مع كيمجا عشان توصلها وبتحاول كيمجا تتكلم معيها وبتعرف ان عندها 28 سنة وبعدها بتطلب من مومي انها تجيب لها التليفون من تحت الكنبة لكنها بتكهربها فبيغمى على مومي ولما بتفوق بتلاقي نفسها في مكان مهجور وبتحاول تسرخ عشان حد يساعدها لكنها بتكتشف ان ما فيش حد هيساعدها خالص فبتضربها كيمجا كذا ألم لحد ما بتتأسف لها مومي وبتسأل عن اللي هي عايزة فبتوري لها صورة ابنها لكنها بتبقى مش عارفة وانها مش عارفة حد باسم مومي وانها اسمها كيمجا القناع وبتقولها انها شبه الصور بالزبط وانها كدامة وبتتراب كيمجا لما بترفع السلاح عليها وبتحلف لها انها ما شفتش ابنها قبل كده فبتوري لها كيمجا صور فتاة القناع وهي لابسة نفس السلسلة بتاعتها فبتتصدم كيمجون وبتقول لها انها تعتقد انها تعرف مومي اللي بتدور عليها وبتبدأ كيمجون تحكي لها قصتها وبنرجع لسنة 1999 وبنشوف كيمجون وهي بتنقل لمدرسة جديدة وبتبقى محرجة وهي بتقول اسمها بسبب انه قديم جدا وبيتحك صحابة عليها وبيزهر على كيمجون الخجل ومش بتعرف تختلط مع صحابها البنات لحد ما بيزهر بيونج واللي بتعجب به من اول نظرة وبعد فترة بيروح لها المحل اللي بتشغل فيه وبتتفاجئ كيمجون لما بتلاقيه عارف اسمها وبيكلمها بيونج بطريقة حلوة بسبب انه عايزي اشتري منها كحول وسجاير فبتضطر كيمجون انها توافق بسبب حبها ليه وبعدها بيروح لها المحل كتير وفي يوم بتقابل صاحبه واللي بيطلب منها تروح مع العيد ميلاد بيونج لانه عزمها فبتتبسط كيمجون وبتروح معاه وبيكبرها بيونج انها تشرب وبعدها بتتصدم كيمجون لما بتلاقيه بيستنيها قدام الحمام وبيطلب منها تسلفه فلوس بسبب ان الفاتورة غالية جدا وبيوعدها انه هيسدد الفلوس كمان اسبوع فبتوافق كيمجون وبتتبسط جدا لما بيحضنها وبيظهر ان بيونج كانت بيكذب عليها ومش بيسدد حاجة وبيفضل يستلف منها كتير وبعد فاترة بتشوف كيمجون اخباره في التليفزيون وده لانه بيبقى مغني مشهور فبتتبسط جدا وبتبعت له رسالة لكنه مش بيرد عليها فبتقرر تزوره في البيت وبيبقى معاها هدية ليه وبترتبك لما بتسمع صوت فجأة فبتستخبه وفي الوقت ده بتسمع بيونج وبيتكلم مع صاحبه وبتعرف انه كان بيضحك عليها عشان ياخد منها فلوس وانه كان بيعمل كده مع عشرة غيرها فبتنهر كيمجون وبترجع تشوف بيونج تاني بالصدفة سنة 2009 وبتتبسط من نظرة الاعجاب اللي في عناه وبتاخدوا معها البيت وبتبقى مبسوطة بعلاقتهم وبعدها بتشتغل مغنية في نادي وبتشهر جدا وبيبقى لها زبان كتير اغنية ولما بترجع البيت بتلاقي بيونج قاعد يلعب وساب البيت متبهدل ومش بيأكل الكلب حتى وبنرجع للحاضر وبنشوف كيمجاوها متعصبة من كيمجون وبتقول لها انها عايزة تعرف مكان مومي مش عايزة تسمع قصتها فبتقول لها كيمجون ان دورها هيجي دلوقتي وبترجع تحقصتها وبتقول لها انها قابلت مومي اول مرة في النادي وانها كانت بتشتغل معيها لكنها بدأت تاخد مكانها والزبان بتوعها عشان كده كانوا بيتخنقوا طول الوقت وانها خدت السلسلة بتاعتها اسناء مكانوا بيتخنقوا لكن كيمجاو مش بتصدقها لكنها بتصدقها لما بتقول لها إنها عايزة تنتقم من مومي زيها فبتروح كيمجا معها للمالها وبتقولها كيمتشون إنها استقلت واشتغلت في مكان تاني بأجر أعلى فبتدق كيمجا لكن مومي بتهديها وبتقولها إنهم هيسألوا في النوادي لحد ما يلاقوها وإنها محتاجة عشان تساعدها فبتوافق كيمجا وبتسيبها وبتمشي وبعدها بتروح كيمتشون لبيت مومي وبيظهر إن كل اللي حكيته الكيمجا كان كذب وإن الحقيقة إنهم بقوا صحاب أول ما تقبلوا في النادي وإنهم كانوا بيغنوا مع بعض وقربوا من بعض بالسبب إن الماضي بتاعهم متشابه إنهم هما الاتنين كانوا عايزين يبقوا حلوين وإنهم اتعرضوا للأذى وهم صغيرين وبتقرر مومي إنها تدي السلسلة بتاعتها لكيمتشون بعد ما بتحس إنها معجبة بيها وفي يوم بتغيب مومي عن الشغل فبتقلق كيمتشون وبتروح لها البيت وبتتخض لما بتلاقي درجة حراريتها عليها وبتقومها عشان توديها المستشفى فبترفض مومي وبتزقها وبتدقي كيمتشون وبتقول لها إنها تمشي لكنها بتتصدم لما بتعرف إنها مش عايزة تروح للمستشفى بسبب إنها قتلت واحد وبتحكي لها مومي القصة كلها فبتتأثر كيمتشون وبتعيط ويبتحضنها ومن اليوم ده قررت إنها تحمي مومي عشان كده كذبت على كيمجا وحكيت لها قصة مختلفة تماما وبتطلب من مومي إنها تهرب وتروح لولدتها فبترفضوا بتقول لها إن والدتها هتبلغ عنها لو شفيتها أصلا ولما بترجع كيمتشون البيت بتلاقي إن بيونج مش مهتم بيرجعها ولا حس من الأساس إنها غابت يوم كامل فبتدق منه وبتطلب إنه يمشي من بيتها فبيرفضوا بيقول لها إنه عارف إنها اللي نشرت الصورة ودمرت مسارته فبتترهاب وبتحاول إنها تنكر لكنه مش بيصدقها وبيفضل يضربها وبيهددها إنه هيقتلها لو طلعت صوت وبتتفاجئ مومي لما بتخرج من البيت وبتقابل واحد من اللي كانوا مهوسين بيها وبيعرف إنها فتاة القنيع فبتنكر مومي لكنه مش بيصدقها فبتقرف وبترجع وبعدها بتهدده إنها تقتله لو ما بعدش عنها وبترجع للبيت وبتلم هدوم عشان تهرب وفي الوقت ده بتروح لها كيمتشون وبتطلب منها إنها تاخدها معيها فبتوافق مومي وبيروح لحد بيتها عشان تجيب حاجاتها وبويونج نايم وبتتسحب كيمتشون وبتاخد فلوسها والشنطة بتاعتها اللي بتحبها والكلب لكنها بتدوس على لعبة بصوت ويمشي بالغلط فبتترعب لكنها بتطمن لما بتلاقي بويونج لسه نايم بس بيوم قبل ما تخرج فبتكذب عليها وبتقولوا إنها أتخرج الكلب لكنه مش بيصدقها بسبب الشنطة اللي لابساها وبيرجع يضربها تاني وفي الوقت ده بتدخل مومي عليهم وبتضربوا على دماغه وبتاخد الحبل بتاع الكلب وبتخنقوا بيه لكنها مش بتقدر لوحدها وفي الوقت ده بتفوق كيمتشون وبتشد الحبل معاها وبيموتوه وفي نفس الوقت اللي كيمجاب تعرف فين كيمتشون كانت بتكذب عليها وبتروح لها لحد البيت بتشوفها وهي خارجة مع مومي وبيبقى معامل جسة بويونج وبتتصدم كيمتشون لما بتعرف من مومي إنها حامل من قنام وبتقول لها إنها قررت تسيب الطفل وبتسألها إن كان هيبقى قبيح فبتقول لها كيمتشون إنها معاها حق عملية التجميل فبترد مومي عليها وبتقول لها إنها ساعتها هتقولوا إنه جميل ودل إن والدتها مقالت لهاش ولا مرة إنها جميلة فبتمسك كيمتشون إيديها وبعدها بيوصلوا للبحيرة اللي هيرموا جسة بويونج فيها وبيتصدموا لما بيشوفوا كيمجا قدامهم وبترفع لهم السلاح فبتدفع كيمتشون عن صاحبتها وبتقول لها إنها مومي لكن مومي بترفض إنها تضحي بصاحبتها وبتعترف على نفسها لكن كيمجا مش بتهتم وبتقرر تقتلهم هما الاثنين لكنها مش بتعرف بسبب إن البندوية قديمة فبتستغل لمومي وكيمتشون الفرصة وبيهجيموا عليها في نفس الوقت اللي بتضرب في نار وبتترعب مومي لما بتعرف إن الطلقة جات في صاحبتها وبتدرب كيمجا واللي بتنجح في نار سيطر عليها وبتخنقها بالبندوية وفي أثناء ما هي بتخنقها بتفوق كيمتشون وبتضربها على دماغها بحجر فبتحضنها مومي وهي بتعيت وبتترجها ما تموتش لكن كيمتشون بتموت ويا في حضنها فبتنهار مومي وبتحط كل الجسس في العربية وبترميها في البحيرة وبنيجي لسنة 2011 وبنشوف مومي وهي مقبود عليها وبيظهر إنها بقت فنانة مشهورة وبقاليها معجبين كتير وبنعرف إن هي اللي بلغت عن نفسها وبينتشر الخبر في البلد كلها وبيتحكم عليها بالسجن المؤبد لمدى الحياة وبنرجع لسنة 2010 وبنشوف مومي وهي قدام بيت والدتها وبتترجها تاخد بنتها تربيها وده لإنها مسافرة وتسيب البلد وبتعرفها نسمه ميمو فبترفض والدتها لكنها بتوافق في النهاية بعد ما بتسيب لها ميمو قدام الباب وبتمشي وبنوصل ل2017 وبنشوف ميمو وهي قاعدة في قضتها وبتحط ميكياجه قدام المراية وبتدخل على جدتها وبتقول لها إنها شبه والدتها بالزبط وبيظهر عليها إنها مش بتحب أكل جدتها وعشان كده بتاكل من العربية لقدام المدرسة وبيجي يوم وبتتغير في حياة ميمو بعد ما بتعرف إن والدتها يا فتاة القناع ولما بترجع البيت بتبحث عنها وبتتصدم لما بتشوف فيديوهاتها وبتعرف إنها مسجونة فبتقلد ميمو والدتها وبتلبس قناع زيها وبتقلد الفيديوهات بتاعتها وبتتعصب جدتها لما بتدخل عليها وبتشوفها بالشكل ده وبتطردها من البيت فبتعيط ميمو وبتترجعها تدخلها وبتفضل قعدة قدام البيت تحت المطر لحد ما بتتعب وبتدخلها جدتها فبتسألها ميمو عن والدتها لكن جدتها بترفض إنها تتكلم عنها وبتعرف ميمون صاحبتها المقربة هي اللي نشرت الخبر في المدرسة وعشان كده كل الطلاب بيتنمروا عليها وبيبعدوا عنها فبتقرر ميمو إنها تنتقم من صاحبتها وبتضربها وبتتغير بعدها وبتتحاول لبنتها عنيفة وبتطرد من مدارس كتير جدا بسبب سلوكها وبنوصل لسنة 2023 وبنشوفها وهي بتجهز عشان تروح المدرسة الجديدة وبتطلب منها جدتها إنها تحسن سلوكها عشان ما تطردش تاني وبتسألها إن كانت عايزة تبقى شبه والدتها فبتتعصب ميمو وبتطلب منها إنها ما تجيبش سريتها ولما بتروح المدرسة بتقدم نفسها وبتطلب منها المدرسة إنها تقعد جنب ولد فبترفض ميمو وبتقول إنها عايزة تقعد جنب بنت وما بيبقاش في مكان غير جنبي يتشون واللي بتتدايق لأنها عايزة ولد يقعد جنبها لكن ميمو بتقعد جنبها برضو ولما بيجي وقت الغداء بتقعد بيتشون مع البنات المشهورة اللي في المدرسة لكنهم بيطلبوا منها إنها تقوم من جنبهم عشان واحدة تانية زميلتهم فبتطر يتشون إنها تقعد جنبي ميمو وبتقول لها إن الطلاب هينبزوها وعشان كده هتبقى صاحبتها فبترفض ميمو وبتقول لها إنها مش محتاجة صحاب ولما بيخرجوا من المدرسة بتجري يتشون وراها وبتفرجها على ألبوم المشاهير اللي معيها لكنها مش بترضى تسمعها وبتطلب منها تابد عنها وتاني يوم بيجي دورهم هما الاتنين في تنظيف الفصل لكن يتشون بتسيبها عشان تفرج البنات على ألبوم المشاهير لكنهم بيتنمروا عليها وبياخدوا الألبوم وبيقطعوه في نفس الوقت اللي ميمو بتوصل فيه عشان ترمي الزبالة وبترفض إنها تمشي فبتزعلها واحدة من البنات واللي بيترعبوا من ميمو بسبب إنها بتكسر الإزاز وبتهددها إنها تقتلها ولو قربت منها فبيخافوا وبيمشوا بسرعة وبتحاول يتشون إنها تساعدها وتعالج الجرح وساعدها بتلاحظ علامات الانتحار اللي في إيديها وبتتعصب ميمو لما بتسأله عنهم ولما بترجع يتشون لبيتها بتحاول تنتحر لكنها مش بتقدر وتاني يوم في المدرسة بتوري إيديها الميمو وبتقول لها إنها بقت شبهها فبتسيبها وبتدخل الحمام لكن يتشون بتروح وراها وبتدخل معها وبتقول لها إنهم صحاب دلوقتي فبتوافق ميمو على إنها تخرج معها وبيأكلوا سوا وبعدها بتحكي لها يتشون عن والدتها وبتقول لها إنها عايزها تموت وده إنها أنقذت قطة من فترة ووالدتها رفضت إنها أتفضل في البيت وخرجتها فبتدائم ميمو من كلامها وبتسألها إن كانت هي دي المشكلة وبتسيبها وبتمشي فبتجري يتشون وراها وبتقول لها إنها زيئت منها وده لإنها مفكرة إن هي البطلة المأساوية الوحيدة وبتحكي لها عن والدها اللي بيضربها هي والدتها وهو سكرون وأنه كان هي موتها في مرة وفي الوقت ده بيمطر للجو فبيرجعوا المدرسة وبتكمل يتشون حكايتها وبتقول لها إنها تتمنى الموت لوالدها والدتها وبتعرفها إنها مش والدتها الحقيقية وإنها زوجت والدها فبتقول لها ميمو إن حكايتها أفضل منها وبتعرفها إن والدتها مسجونة وإنها ما تعرفش مين والدها فبتقول لها يتشون إنها شايفها مميزة ولما بترجع البيت بتلاقي والدها بيشوي اللحمة اللي هي كانت عايزيها وبتعرف إنها كانت بتجذب على ميمو وإن عليتها كويسة جدا وبعدها بتتطور علاقتهم وبيبقوا صحاب مقربين وبيروحوا مع بعض بعد ما بيخرجوا من المدرسة وبتسألها يتشون عن سبب دخول والدتها السجن وبتتصدم لما بتعرف إنها قتلة وعلى الرغم من كده مش بترضى تسيب ميمو ولما بترجع يتشون للبيت بتفضل تبحث عن فتاة القناع لحد ما بتلاقي الفيديوهات بتاعتها وبتعرف إن ميمو سابت مدرستها لقبل كده بسبب العنف وتاني يوم بتفكر يتشون في طريقة تجيب بيها فلوس عشان تهرب هي وميمو ويعيشوا لوحدهم وبيجي لها فكرة وهي بتأكل أختها وبيتبيع العجلة بتاعتها وبتفضل تبيع حاجات كتير لكن الفلوس مش بتكفي فبتقول لها ميمو إنها تستلف من واحدة تعرفها وبتساعدها من زمان فبترفض يتشون وبتقول لها إنهم عايزين يعتمدوا على نفسهم وبعدها بتحاول إنها تبيع صور المشاهير اللي معاها للأطفال الصغيرين لكن في بنات بيشوفوها وبيبوزوا الموضوع وبتدقي يتشون لما بتعرف إن زملتها اللي بتتنمر عليها هي السبب وبتبقى عايزة تضربها فبتتحدها يتشون وبعدها بتسألها إن كانت تعرف مين والدة ميمو واللي بنشوفها في نفس الوقت وهي بتسرق لبتوب من الكفيل اللي هي قاعدة فيه لكنها بتفشل وبيتقبض عليها ولما بتوصل لجدتها بتضربها بالألم وبتقول لها إنها مش هترجع معها تاني فبتقول لها ميمو إنها ما كانتش هترجع أصلا وبتسيبها وبتجري وبتتصل علي يتشون وبتسألها إن كان ينفع تبات عندها فبترتبك يتشون وبتكذب عليها وبتقول لها إن والدها ساكران وبيزعلهم كلهم فبتفهم ميمو الموضوع وبتقفل معها وبتقرر إنها تبات في المدرسة وتاني يوم بتتصدم لما بتسمع الطلاب بيتكلموا عن والدتها وبتعرف إن يتشون هي اللي نشرت الخبر وبتروح لجدة ميمو المدرسة عشان تسأل عليها لكن يتشون مش بتبقى عارفة حاجة عنها ودل إنها مش بترد على رسائل وبتفضل تدور على ميمو واللي بتتفاجئ لما بتشوفها مع أهلها وبتعرف إن علاقتهم كانت كويسة وإنها كانت بتجذب عليها ولما بترجع يتشون للبيت بتتصل ميمو عليها وبتطلب منها تقابلها فبتروح لها يتشون بسرعة وبيظهر على ميمو إنها منهارة وبتسأل عن السبب اللي خالها تنشر موضوع والدتها في المدرسة فبتستغرب يتشون وبتقول لها إنها ما عملتش حاجة فبتتعصب ميمو وبتضربها في نفس الوقت اللي بنشوف كيم جواهي بترأيبهم وبتبقى مبسوطة جدا وبنرجع لسنة 2012 وبنشوف مومي وهي في طريقة للسجن وبيجهزها الحراس وبيدخلوها الزنزانة بتاعتها وبتقابلها زميلتها في الزنزانة واللي بتسأل عن عملية التجميل اللي عملتها وتاني يوم بتحكي مومي للسجنات عن كل حاجة تخص العملية وفي الوقت ده بتظهر آن واللي بتكون ملكة السجن وبتعرفها زميلتها إنها أهم وحدة وبتضربها بالألم بعد ما بتعرف نفعتها القنيع وبتقول لها إنها شبه السفلة اللي جوزها كان ماشي معيها وبتطلب منها تابد عنها خالص وما تخلاش تشوفه الشهة تاني ولما بيجي وقت الغداء بتستغرب مومي لما بترفض الطبخة إنها تدي واحدة مسجونة لأكل وبتعرف من زميلتها إنها متهمة بالزنة وإن إن بتمنعهم من الأكل لمدة 3 أيام فبتقرر مومي إنها تدي للمسجونة أكل من معيها لكن إن بتشوفها وبتقرر تعقبها وبتبعت لها ستات عشان يضربوها لكن مومي مش بتدي لهم فرصة وبتضربهم كلهم فبتعقبها المأمورة وبتحبسها في سجن انفرادي وبتقولها إنه مش مسموح إنها تغلط مع جامعة آن وبتعرف مومي إن هي الوحيدة اللي تعقبت ولما بتخرج من الانفرادي بتنصحها زميلتها وبتطلب منها ما تعرضش نفسها للخطر وإنها تحافظ على سلوكها عشان تخرج بدري لكن مومي مش بتقتنع وبترجع تضرب الست اللي ضربتها وبتدخل الحبس الانفرادي تاني ولما بتخرج بترجع تضربها وبتفضل على الحال ده لحد ما قان بتوقفها وبتقول لها إنه ما فيش داعي يتعرضوا لبعض فبتوافق مومي وبتتبسط بسبب إنها انتصرت وبتمر السنين وبتيجي سنة 2023 وبيتغير شكل مومي وبتكبر في السجن وبتيجي مأمورة جديدة للسجن وبيظهر عليها إنها متدينة جدا وبتقول لهم إنها مش مهتمة بالجرائم اللي ارتكبوها وده لأنهم كلهم خطاء قدام الرب وبيستغرب المساجين من طريقة كلامها وبتتعرف عليهم كلهم لحد ما بيجي دور مومي وبتمسك المأمورة قديها وبتقول لها إنها مش مهتمة باللي عملته برا السجن وإن بالنسبة لها الكل متساوي وبتستغرب مومي لما بترجع الزنزانة وبيجي لها جواب لأول مرة من ساعة ما تحبست وبتفكروا إنه وجواب من حد معجب لكنها بتتصدم لما بتشوف المقال اللي مكتوب عن بنتها واللي بيوصفها إنها شبهها وبتلاقي إرسالها من كيم جا وبتقول لها إنها دلوقتي هتحس بإحساس اللي ابنه بينهار فبتقلق مومي على بنتها وبتفضل تقرأ المقال وبتقول زميلتها إنها لازم تخرج من السجن وبتبدأ مومي تخطط وبتخيط الحبل اللي هتهرب بيه وبتحطه في هدومها وبتخرج من قط الخياطة بحاجة إنها تروح الحمام وبترمي الحبل في الجنينة ولما بيزرعه بتتفق مع زميلتها إنها تمثل وتهمل إن في حشر قراصتها لحد ما بتخب السلاح لمعاها وبتقول الحريسة إن الشتلات خلصت وبتستغل مومي الفرصة وبتحاول إنها توصل الحبل للصور لكنها بتفشل وبترجع تحاول تاني وفي الوقت ده بتسمع الإنظار لكنها بتكمل هروب وفجأة بيتقطع الحبل وبتقع وبتتعصى بالمأمورة لما بتعرف بهروبها وبتقرر إنها تحبسها في الانفرادي أكتر من شهر وبنعرف إنها بتخالف القانون بالقرار ده وده لإن الحد الأقصى للحبس الانفرادي هو إسبوعين وبتستغرب مومي لما بتلاها المأمورة بعتت لها إنجيل في الحبس وبعد شهر بتتفاجئ المأمورة لما بتشوفها وبتعرف إنها طول الوقت كانت بتصلي وبتستغل مومي إيمان المأمورة عشان تخرج من الحبس وبتشهد قدام كل المساجين بإن الرب أنقذها وإن كل حاجة في حياتها تغيرت أول ما بدأت تمشي على طريق الإيمان وبتستغرب زميلتها في الزنزانة من التغير المفاجئ وبتقول لها إنها كانتها تصدق فعلا وفي الوقت ده بتشوف مومي أنوية بتعيط وبتعرف إن بنتها محتاجة كليا فبتروح لها مومي وبتعرض عليها تتبرع بكليتها لبنتها خصوصا لما بتعرف إن فاصلة دمهم واحدة فبتتبسط آن جدا وبتشكرها وبعد فترة بتجري عليها وبتعرفها إن الاختبارات طلعت وإنها دلوقتي جاهزة إنها تتبرع لبنتها وبتعاية أين من الفرحة وبتحضنها وبعدها بيزور متطوعين السجن عشان يطوروا شخصيات المساجين وبتتكلم مومي مع واحدة منهم وبتقول لها إنها عاشت حياة كلها اسم لكنها حالياً لقت السلام بفضل ربنا وبعد ما الجلسة بتخلص بتتصدم مومي لما بتوقفها واحدة وبتقول لها إنها والدة قنام وبنرجع لسنة 2010 وبنشوف كيم جاه وهي بتفوق فجأة وبتلاقي نفسها محبوسة في عربية غرقانة فبتدرب نار على الإزاز بالبندية اللي معيها وبتنجح إنها تخرج من المية وبتحس إن ربنا أنقذها عشان تعاقب مومي وعلشان كده بتقرر كيم جاه إنها تعمل عملية تجميل وتغير شكلها عشان تقدر تهرب من الشرطة وبعدها بتغير اسمها وبتزور هوية ليها وكمان بتغير المكان اللي كانت عايشة فيه وبتفضل تدور على مومي لكنها مش بتعرف توصل لها لحد ما بتيجي سنة 2011 وبتتصدم مومي لما بتشوفها في الأخبار وبتعرف إنها عطرفت على نفسها وبتروح الكنيسة وبتعايت ودل إنها بتحس إنها مشيئت ربنا إنها ما تنتقمش منها وعشان كده بتنسى كيم جاه الموضوع لحد ما بتشوف بنتها ميمو فبتقرر إنها تنتقم منها وبنعرف إن كيم جاه هي نفسها الست اللي كانت بيبيع الأكل لميمو قدام المدرسة واللي فضلت مقربة منها وبتساعدها لحد ما كبرت وبتقرر كيم جاه إنها تفضح ميمو في المدرسة وبتقول لكل الأهالي على قصة والدتها وفي يوم بتروح لها ميمو هي بتعايت بسبب إن كل صحابها بيتنمروا عليها فبتحرضها كيم جاه وبتطلب منها تضرب أي حد يتعرض لها وإنها ما تسيبش حقها فبتسمع ميمو كلامها وبتضرب صحبتها المقربة وبعدها بتتصل كيم جاه على صحفي وبتحكيله عن ميمو وبتطلب منه ويكتب مقال هل العنف وراسي وبتطمن ميمو لما بتعرف إنها تنقل لمكان جديد وبتقول لها إنها تشوفها على طول وهتزورها وبتفضل كيم جاه على اتصال بها فعلا لحد سنة 2023 وبنشوف يتشون وبتسأل صحبتها المتنمرة إن كانت تعرف والدة ميمو وساعتها رفضت إنها تقول لها وبتسيبها وبتجري لكن بيظهر إن كيم جاه كانت بترأيبهم وهي اللي عرفت البنت المتنمرة قصت فتاة القناع وبتتبست كيم جاه لما بتشوف ميمو وهي بتضرب يتشون وبعدها بتروح لها ميمو البيت وهي بتعايت فبتحضنها كيم جاه وبتدخلها وبنرجع للحاضر وبنشوفها وهي بتهمس في ودان ميمو وبتقول لها إنها لازم تحس بإليها حاست بيه بعد ما فقدت ابنها فبتنهار مومي وبتحاول توقفها لكن كيم جاه بتمثل إنها وقت على الأرض بسبب إن مومي اعتدت عليها فبتمسك الشرطة مومي واللي بتفضل تسرخ وتطلب منهم يوقفوا كيم جاه عشان هتقتل بنتها وبتتحبس مومي في السجن الانفرادي وبتطلب من الشرطة ينقذوا بنتها لكنهم مش بيصدقوها وفي الوقت ده بتوصل كيم جاه البيت وبتتبسط ميمو أول ما بتشوفها بيقعدوا يأكلوا سوا وبتحكي مومي الأن على اللي حصل بعد ما بتخرج من الانفرادي فبتوعدها أن إنها تساعدها وتلاقي كيم جاه وبتتفاجئ ميمو لما بتشوف صورة قنام وبتعرف إنه ابن كيم جاه واللي بتعرفها إنه ما بقاش عيش معيها وبتروح والدة مومي لإسم عشان تسأل على حفيدتها لكنها مش بتلاقي أخبار عنها وبيطلب الضابط منها إنها تصبر شوي كمان وبتبعت أن لي مومي رقم والدتها واللي بتتصل عليها لكنها مش بترد وبسبب إن ميمو بتكلمها وبتعرفها نها سابت البيت ومش هترجع تاني وبتطلب منها إنها ما تبلغش البوليس فبتقنع جدتها إنها ترجع لكن ميمو بتقول لها إن هو ده اللي كانت عايزها من زمان وبتقفل التليفون على طول وبتتصل مومي تاني وبترد والدتها عليها واللي بتتصدم لما بتعرف إن بنتها اللي بتكلمها ومش بتديلها فرصة إنها تعرفها حاجة وبتقفل التليفون وفي الوقت ده بيخلص وقت المكالمة لكن مومي مش بترضى تخرج وبتحاول تتصل تاني لكن الحراس بيوقفوها لكن أنت بتساعدها وبتمنع إنها تتحبس في الحبس الانفراضي فبتطلب مومي منها إنها تساعدها وتخليها تتكلم بنتها في المدرسة فبتوافق إن وبتقلق مومي وهي بتتصل على المدرسة واللي بيتأخره جدا في الرد وبتخاف مومي إن المكالمة تخلص لكن واحدة بترد عليها في آخر المكالمة وبتفكر مومي إنها بنتها لكن الحال إنها واحدة تانية وبنعرف إن رجالة إن هم هم اللي أجروها واللي بتطلب من رجالتها إنهم يأجروا واحدة تانية ويصوروها وده لإن مومي طلبت منها تشوف بنتها وبيظهر إن إن بتقنع إنها بتساعدها لحد ما العملية تخلص وفي الوقت ده بنشوف كيمجا وهي بتشتري الأدوات اللي هتقتل حفيدتها بيها وبترتبك لما بترجع لبيته ومش بتلاقيها موجودة وبتفضل تدور عليها لحد ما بتتفاجئ بيها وهي خرجها من المبخ وبتحتفل بأيد ميلادها فبتفرح كيمجا جدا لكنها بترتبك لما بتعرف إن ميمو عارفت عيد ميلادها من البطاقة المزورة وبتبص موميه على الصورة اللي قاندتها لها ومش بتصدق إن بنتها اللي هي فيها وبتقطعها وبتنزل كيمجا للمخبأ اللي تحت الأرض وبتجهز كل حاجة فيه عشان تقتل ميمو وتاني هون بتودع موميه زميلتها في الزنزانة وبتغير هدومها وبتخرج عشان العملية وبنعرف إنها خرجت بشكل غير قانوني وإن ما فيش حد يعرف الموضوع وفي الوقت ده بتحضر كيمجا الفطار وبتحط مخدر في الأكل وبتتأثر لما بتقولها ميمو إنها عايزة تشتغل عشان تجيب فلوس وتشتري لها هدوم جديدة وتحجز لها في رحلة وتخليها تقعيش مبسوطة وبتتصل والدة موميه على الكنيسة عشان تعرف عنوان كيمجا ودل إنها شافتها قبل كده وعرفت إنها على علاقة بحفيدتها وبتتحجج إنها عايزة تبعت لها هدية وبتنجح إنها تاخد رقم وعنوان كيمجا ولما بتوصل مومي للمستشفى بتطلب من واحدة من الحراس إنها تجيب لها الإنجيل عشان يبقى جنبها وهي في العملية فبتطار تخرج وتجيبه لكن مومي مش بتسكت وبتطلب من الحارسة التانية تدخل الحمام فبترفض وبتطلب منها تستنى زميلتها لكن مومي بتصر إنها تدخل وبتتدايق لما بتحط الكلبشات في إيديها وبتقول لها إنها بتساعدهم وإن مش عاجبها الطريقة لغير الأدمية اللي هما بيتعاملوا بيها وبترفض تكمل العملية وبتطلب منها ترجع السجن فبتخاف الحارسة وبتفوق إيديها في نفس الوقت اللي مومي بتخبطها في راسها ولما بتفتح الشباك بتلاقيه علي جدا ومع ذلك بتنط عشان تهرب من الحراس وبعدها بتخبطها عربية فبيغم عليها لكنها بتفوق بسرعة وبتقوم وبتلاقيها العربية اللي خبطتها مفتوحة فبتركبها وبتهرب وبتتعصى بأنو المأمورة لما بيعرفوا ناهر وبتروح والدة مومي للعنوان اللي خدته من الكنيسة وفي الوقت ده بتقابل واللي بتعرفها اللي فضحت ميمو في المدرسة وانها بحثت عنها كتير وعرفت انها مهووسة بميمو من زمان وفي الوقت ده بتتصل مومي على والدتها وبتطلب منها تسمعها وبتقول لها ان والدة قنام عايزة تقتل بنتها فبتتصدم والدتها لما بتعرف وبتقول لها اني ميمو معها دلوقتي وبتعرفها العنوان فبتخاف مومي على والدتها وبتقول لها انها ستة خطيرة وبتطلب منها تتصل على الشرطة قبل ما تروح وبعدها بتشكل والدتها وبتقفل معها وبتنزل والدة مومي ويتشون في الطريق وبتكمل هي لكن ييتشون بتصر انها تروح وبتاخد تاكسي تاني وبتقوله على العنوان وفي الوقت ده بتفوق ميمو وبتلاقي نفسها مربوطة وبتشوف كيم جاو بتشغل الكاميرا عشان تصورها وهي بتموت وتوري الفيديو لولدتها وبتتصدم ميمو فبتقولها كيم جاو ان والدتها يا السبب وبتعرفها ان والدتها قتلت ابنها وبتوقف العربية لمومي ركبها في الطريق فبتوقف واحدة وبتكذب عليها وبتقولها ان زوجها ضربها وانها عربانة منه فبتوافق صاحبة العربية على انها توصلها على الرغم من ان طريقها مختلف وبتطلب ميمو من كيم جاو انها تشيل لازق على بققها وبتقولها انها بردنة جدا فبتقلع كيم جاو جاكت وبتلبسولها لكنها بتدقل لما بتتأسف لها وبتحط اللازق على بققها تاني وبتفضل صاحبة العربية تتكلم طول الطريق لكن مومي مش بتعرف ترد عليها بسبب التوتر وفجأة بيسمعوا خبر هروبها في الراديو وبترتبك مومي لما بيقولهم وصفاتها فبتنزل من العربية وبتدخل الغيبة لكن صاحبة العربية بتتصل على الشرطة وبتبلغ عنها وبتجاهز كيم جا كل حاجة وفي الوقت ده بتسمع جرس الباب وبيتفاجئ لما بتلاقي شرطة واللي بيعرفها انه جاله بلاغ بحالة اختطاف وانه لازم يفتش البيت فبتوافق يفتش لكنه مش بيلاقي حاجة وقول ما بيخرج بتقع ميمو من الكرسي وبتفك اللازق من على بقها فبتسرخ وبتطلب المساعدة وبيسمع الضابط وبيرجع تاني يفتش البيت لكن بيجي له خبر بمكان مومي فبيركب العربية وبيمشي وبترجع كيم جا للمخبأ وبتقول لميمو انها بتحصد لماها زرعته وفي الوقت ده بتوصل والدة مومي لبيت كيم جا في نفس الوقت بتشوف البيت على الجبل وبتخرج كيم جا لولدة مومي واللي بتحاول تنقص حفيدتها وبتقول لها انها مجرد طفلة صغيرة لكن كيم جا بتوقعها وبتسألها عن زنب ابنها وفي الوقت ده بتوصل وبتنزل المخبأ عشان تنقص ميمو واللي بيبقى مغمى عليها بسبب الدخان وبتقفل يتشون النار اللي كانت شغالة وبتعتذر لميمو على كتبها وبتقول لها انها ما قلتش الحد على سرها فبتقول لها ميمو انها عارفة وبتطلب منها تفكها وبتضرب كيم جا والدة مومي وبتطعنها بالسكينة في نفس الوقت اللي مومي بتوصل فيه وبتضربها على دماغها وبعدها بتطلب والدتها منها انها تسيبها وتلحق بنتها فبتنزل مومي المخبأ وبتتصم ميمو لما بتشوفها وبتسألها يتشون هي مين فبتقول لها انهم لازم يخرجوا بسرعة وبتفك الحبل وبتسند ميمو وفي نفس الوقت بتلاقي كيم جا قدامها وفي ايديها سكينها فبتدفع عن بنتها وبتمسك البندقية من ايد كيم جا وبتطلب من بنتها وصاحبتها انهم يخرجوا بسرعة وبتتراب ميمو لما بتشوف جدتها ويا مجروحة واللي بتعتذر لها وبتقول لها انها اسفى على عملته معاها وبتموت فبتنهار ميمو بتفضل تعيط في نفس الوقت اللي بنشوف كيم جا وميمو بيضربوا بعض فيه وبتسمع ميمو ستصرخهم وبتطمن لما بتلاقي والدتها هي اللي خرجها من المخبأ وبعدها بتوصل الشرطة وبيطلبوا من مومي انها تسلم نفسها و ترفع ايديها فبتسمع الكلام وفي الوقت ده بتخرج كيم جا وبيبقى في ايديها بندقية فبتتفاجئ الشرطة وبيطلبوا منها تنزل السلاح لكنها بترفض وبتضرب نار ناحية ميمو وبتقول لها انها لازم تحس بليها اللي حست بيه لكن مومي بتدفع عند بنتها وبتاخد هي الطلقة في نفس الوقت اللي الشرطة بتضرب كيم جا في النار وبتنهار ميمو وبتعايت على والدتها وبعد فترة بنشوفها ويمستانيها ييتشون واللي بتشتري عاجلة جديدة بفلوسها وبنهار في نعالة ييتشون اتبنوا وميمو واللي حياتها بتتغير بعد الحادثة وبترجع تروح للمدرسة وما بقتش تكره حد والاهم ان والدتها ما عادتش بتظهر لها في الاحلام وبترجع ميمو البت جدتها وبتطلع على الصندوق بتاع والدتها وبتتفرج على الفيديو بتاعها يا صغيرة وبتتأثر ميمو لما بتقول والدتها للمزيع ان حلمها ان الكل يحبها الفيديو ده كتبته مي جلال وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام